تستعد هيئة تحرير الشام لتوجيه ضربة جديدة للمتظاهرين السلميين في محافظة إدلب متسلحة بقانون تصنعه بنفسها قانون قد يعرقل التظاهر ولا ينظمه في خطوة يراها بعضهم زيادة في تعقيد المشهد وتأزمه مطالبين بمناقشة المطالب الشعبية التي يرفعها الشارع والبدء بتنفيذها بدلا من الالتفاف عليها فبعد نحو ثلاثة أشهر من التظاهرات تتحضر حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام إلى إطلاق ما يسمى قانون التظاهر العام وفق ما كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا الخطوة الجديدة تستنسخ القانون رقم 54 لعام 2011 الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد والمتعلق بالتظاهر والذي أوضح حقوقيون أنه قانون يهدف إلى منع التظاهر وتجريمه القانون وفق المصادر يتألف من عشرة بنود أبرزها تقديم طلب ترخيص خلال الدوام الرسمي وقبل خمسة أيام وتحديد الغاية وأن تكون المظاهرة نهارية والمشاركون فوق سن الثامنة عشر وأن يكون المتظاهرون من المنطقة نفسها كما يضم القانون الجديد المزمع إصداره أنه يحق للسلطات عدم الموافقة على المظاهرة والإنذار لفضها مصادر حقوقية رأت أن القانون الجديد في حال صدوره سيعتبر أي تظاهرة سلمية جريمة قانونية وسيوقف كل أشكال التظاهر ويمهد لموجة كبيرة من الاعتقالات والتظاهرات المطالبة بالمعتقلين واعتقالات أخرى على خلفيتها على اعتبار أن قانونا كهذا لن يوقف التظاهرات في الشارع إذن عقبات جديدة تحاول هيئة تحرير الشام وضعها في طريق الحراك السلمي في إدلب التي يرى مراقبون أن الحل الأنسب فيها هو الجلوس مع المحتجين ودراسة مطالبهم بكل شفافية